هاي فراغلات عاملين ايه ان شاء الله يا رب القنوب اخير النهاردة بقى عنا مع بعض كريم حلوة قوي قوي للاماكن الدكنة والاماكن الغامة الاندر ارم وكمان البكيني هيخليكي فل فل لو انت عروسة مهتمية معي بالفيديو عملك سجول كتير وروح اشترك على قناتي يوميات رنش رنش ويلا بينا نوريكي هنعمل ايه لو انت عروسة مهتمية تابع معي الفيديو اول حاجة طبعا كلنا عارفين اللبان الدكر هتروح عند اي عطار تجيب خمسة جنيه هيغرقك طبعا انا نقعته ست ساعات استخلصت منه الميا ديت اخدت منه الميا بتاعته كده وصفتها طبعا لبان الدكر دوت مش هنرميه هقولوكو هنعمل فيه ايه في فيديو تاني فارتي تو دلوقتي احنا ناخد الميا ويلا بينا على النار دلوقتي هنحطها كده في اي حاجة كانكا كزرول اي حاجة وهنطف عليها معلقة نشا جيبولة تمام وهنظل نقلب باستمرار على نار هادية خالص لحد ما قوامه يتقل معانا يبقى كريمي تماما زي كده هندفع عليه ونسيبه يبرد وهقولوكو نضيفه عليه اي دلوقتي الكمية دي يا بنات لمدة اسبوع فقط لغير فقط لغير يا جميع لمدة اسبوع جربيها بجد بجد وصفة سحرية لأي منطقة غمقة عندك بتسمك في رببتك في الكوعد الاندر ارم البكيني حلوة قوي قوي كليكي فلة شمعة منورة الوصفة دي حلوة قوي طبعا عارفين كلنا زيت الليمون زيت الليمون من حاجات الجميلة جدا جدا اللي بتشغيل الكلك والتصبغات وهتدعيلي بجد من الوصفة دي حطينا خمس قطرات كده خمس نقط يعني ربع مكيال تقريبا كده على الكمية طبعا الاول الكريم يبرد بتاعنا وهنفضي ديوقتي في برتمان معقم كده نضيف وهنطفز به لمدة اسبوع وكراريها لمدة اسبوع اي حاجة تريني في الكومنت وانا هرد عليكي لو عايزة وصفة وباي باي